في فرنسا تستمر سيطرة اليمين على مجلس الشيوف في البرلمان حسب ما أظهرت نتائج انتخابات المجلس مما يجدد الصعوبات التي يواجهها حزب الرئيس إمانويل ماكرون وتعكس نتائج هذه الانتخابات المحلية افتقار حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية واستمرار تراجع أدائه فما تأثير هذه النتائج على المشهد السياسي في فرنسا وهل يمكن أن يضع اليمين في المجلس العراقيل أمام الحكومة للنقاش ينضم إلينا من باريس الكاتب الصحفي جان بيير بيران أهلا بك إلى غرفة الأخبار وإلى سكاي نيوز عربية سيد بيران فيما يتعلق بهذه الانتكاسة إلى أي درجة بالفعل اليمين يواصل هذه الهيمنة ما مدى الانتكاسة التي تلقاها حزب الرئيس ماكرون حزب ماكرون لم يفاجأ بهذه النتائج الضعيفة لمجلس الشيوخ كان يتوقع هزيمة كان يتوقع خسارة أربع إلى خمسة مقاعد وفي الواقع ربما فوجئوا بتقدم حزب اليسار لأن اليساريين حققوا نجاحا كبيرا لأنه أخذوا تمانية مقاعد في العاصمة وبطبيعة الحال هذا كان مفاجئا وكذلك كان هناك مفاجأة في فوز عضوين من الإيكولوجيين ما عوامل هذه الهيمنة لليمين وتحقيق هذه الانتكاسة الجديدة لحزب الرئيس ماكرون سيد بيران مسبقا فرنسا في هذا الوقت ليست رادية عن أداء الرئيس الفرنسي هناك أزمة اجتماعية وكذلك الرئيس ماكرون يوصف بأنه متغترس مع الفرنسيين هناك العديد من النزاعات الاجتماعية التي فرض ماكرون رأيه فيها وخصوصا مسألة إصلاح التقاعد حيث الغالبية من الفرنسيين لا يريدون ذلك الإصلاح كل هذا ترجم في هذه الانتخابات جزئيا في الولاية الأولى عندما كان يشغل ولاية الأولى الحزب الماكروني لم يسعى إلى التغلغل في كل المدن والبلدات والدوائر الانتخابية والناخبون في هذه الإدارات والمنتخبون هم الذين يصوتون على الشيوخ ولذلك كان هناك حضور ضعيف في الميدان أيضا المناخ الاجتماعي ليس جيدا وكذلك هناك الهزيمة لحزب ماكرون في عدد من الملفات يعني المجتمع الفرنسي ليس راضيا عن هذه الحكومة عن ناحية الاجتماعية وصفت الأمر أيضا بالتغطر الشخصية الرئيس ماكرون فرض الرأي موضوع التقاعد كان له أثرا تابعناه بتفاصيله في المشهد الفرنسي لكن ما المقاربة التي يقدمها اليمين أمام هذا الغضب على حكومة ماكرون اليمين راض عن هذه نتائج هو قد خسر أربعة مقاعد وهذا ليس بالرقم الكبير ولذلك هو لديه نحو أكثر من مئة عدو ولذلك اليمين سيسيطر باستمرار على مجلس الشيوخ وسيدفع حكومة ماكرون إلى الاتجاه في الخطئ الذي يريده وخصوصا في مسألة الهجرة لأن حزب اليمين دائما كان له مقاربة مختلفة مع المهاجرين وأعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين سيفرضون قانونا جديدا خاصا بالهجرة في حين أن ماكرون له موقف آخر في رأيك الآن في ظل كل ما نشهده ما تأثير هذه النتائج سيد بيران على المشهد السياسي في فرنسا؟ لن يغير هذا الكثير في المشهد السياسي الفرنسي لأن التمثيلية في مجلس الشيوخ تبقى مهيما عليها من قبل حزب اليمين وأطياف اليمين في حين أن اليسار هو في المركز الثاني وأمران مهمان في هذه النتائج هو أن حزب فرنسا الأبية لم يكسب أي سيناتور جديد في حين أن تجمع الوطن تقدم قليلا بثلاثة مقاعد هذا ليس عددا كبيرا لكن مع ذلك هو كسب هذه المقاعد لا ننسى أن هناك 348 عضوا في مجلس الشيوخ لذلك لا اليمين المتطرف ولا الإيصال المتطرف تمكن من إقناع الناخبين في مجلس الشيوخ إذن كان معنا من باريس الكاتب الصحفي جان بير بيران شكرا جزيلا لكسير بيران